اكد عدد من اصحاب المجالس الرمضانية على حرصهم على تنفيذ توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عبر التأكيد على تجنب التجمعات واغلاق المجالس في شهر رمضان للحد من انتشار كوفيد 19 ودعمهم لكافة الجهود الوطنية مع مراعاة احترام القرارات الصادرة والاجراءات الاحترازية التي تتبعها مملكة البحرين للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين عادات متوارثة للحفاظ على الهوية البحرينية والتقاليد العربية الاصيلة التي يلتزم بها ابناء المجتمع البحريني بمختلف فئاته العمرية عندما يحين شهر رمضان مبارك ولكن مع استمرار جائحة كورونا اصبح الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضرورة لا بد منها كون التواجد في هذه المجالس خطر يهدد حياة مرتديها اصحاب المجالس الرمضانية اثبتوا من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض عن طريق تغنية الاتصال المرئي والتي تعتبر مدرسة الصغير وعادة الكبير الى جانب حرصهم على تنفيذ توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عبر التأكيد على تجنب التجمعات للحد من انتشار كوفيد-19 حسب الاجراءات الاحترازية وشعب البحرين شعب واعي تقيدوا بالاجراءات الاحترازية وتم اقلاق هذه المجالس طبعا هذه المجالس تعتبر ارث تاريخي في مملكة البحرين والتي تعزز اللحم الوطنية وتعزز التواصل الاجتماعي وتقارب ما بين شعب البحرين في هذا الظرف الاستثنائي انقطعت التواصل ما بين الناس مباشرة ولكنها تأتي من خلال وسائل التواصل الحديثة سمعناها منذ القدم مجالسنا مجارسنا وتوارثنا هذه المجالس ابن عن جد وهي واقعا تمثل العمق الاستراتيجي لهذا البلد العريق عدد من اصحاب المجالس الرمضانية اكدوا على مواصلتهم حضور المجالس عن بعد والتزامهم بالاجراءات الوقائية التي تحافظ على سلامة المجتمع وذلك الاكتساب المعلومات العامة وتبادل المعرفة ناهيك عن مناقشة الامور التي تهم المجتمع بحكم جائحة كوروناك اصبح في التباعد الاجتماعي فكان هناك التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وطبقت الكثير من المجالس من الصفات البارزة في المجتمع البحريني هي مسئلة التواصل الاجتماعي وهذا البعد لا ارتباط بعد تاريخي قديم ليس بالحديث المجالس كانت قديما في البحرين والآن في ظل المشروع الإصراحي جالة الملك كل المجالس في البحرين مغلقة احتراما واحترازا وذلك يدل على تماسك أهل البحرين واحترامهم من القوانين وإحنا كمجلس عائلة الحواج احترمنا الأنظمة والقوانين وأغلقنا مجلسنا في هذا العام ودائما قلوبنا مفتوحة وأهل البحرين قلوبها مفتوحة لبعضها بعض وتفعلا لآلية التواصل مع أبناء المجتمع مع بعضهم البعض جاء هذا الاجتماع ليؤكد على دعم الجهود الوطنية ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعت للسلامة العامة لأصحاب ورواد المجالس وما لها من دور كبير في تشكيل الكلمة الوطنية الجامعة التي تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي ليكونوا يدا بيد في مساندة فريق البحرين يواصل أصحاب المجالس لقاءاتهم التي تحولت إلى مجالس ذكية للتأكيد على العادات المتوارثة التي اكتسبوها من الأجداد حيث التباعد الاجتماعي صار هو المطلوب والالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الضرورة القصوى التي لا بد منها لمناقشة المواضيع المختلفة التي تهم المجتمع طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين